السلام عليكم يا اخوكم ايقاها في فيديو جديد وليوم جميل لكم تقييم يوتيوبر زجنج للجزء الثاني طبعا لما شاف الجزء الاول راح تلقون رابطه في الوصف ممرة فيديو اسطوري انصحكم من لكم تروحوا تتابعوا قبل ان تتابعوا نضال المقطع وبس كالعادلة تسونا بالضغط على تزال لايك واشترك في القناة ويلا خليكم ايه الفيديو نروح للقناة اللي بعدها قناة هاكو وكي عنه 30 الف مشترك ما شاء الله ومية وتسعة ومقطع منزله الحين نجد لمقاطعه ثمب نيلز حين نقدر نقول عنهم كويسين ما هم افضل شي وما هم اسوأ الشي كده في النص افكار مقاطع ها نشوف كده ليش لازم تخلي بين الديب اس اوكي اللي بيخلي بين الديب اس هاد المقطع راح ينفع وكده عاطني اسوأ ارتفكتات عندك وعطيك ولكين مون دايب والله يا الفكرة حلوة احاول نخلي فيديو ديب اس ولا صراحة افكار مقاطع حلوة وغير عن اللي قاعد نشوفه فخلونا مثلا ندخل للمقطع اللي اكثر اشياء ما لها فايدة في قنشن امباكت ونشوف اوكي نشوف الجودة الف وثمانين بيكسل وستين فريم اشي مرة رحيلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد اول شي اللي حدثت اللي هي جودة المايك جودة مرة صافية وحلوة ما فيها ولا ضجيج ولا اي شي فايش حلو واحد وهاكو اليوم جايني لكم من الجاي تشامبر معنا كوتشينج برضو نتكلم عن توب فايف اشياء مرة ما لها اي لازمة في قنشن امباكت لايس والله كمان لموسيقا لي في الباكتج رواند حلوة لايس ممكن يعني كان لها لازمة بعدين خلاص انقذت ومعد الناس يحتاجونها نهائيا في اللعبة فما بدائيا خلونا نبدأ بالشي الخامس مباشرة فلنمضى في المركز الخامس وهو شي ممكن يصدمكم شويتين الا وهو العصى حقة السيط اشتركوا في القناة 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 واللي حس مهم تعرفه ونتحدد بعدين هل تكون كاركتر إيجابي مهم بالنسبة لك؟ ولا لا، بس حاس أنه أنا دعم أغطيه وبغطيها بإذن الله، هل نبدأ لشأنه لاحظتها في المقاطع دي حق أبدو الجيمينغ أو في قناتي بشكل عام لأنه كنت تتابع من بداياتها تقريباً أو أول دخولي لعالم Genshin إنه ما يسوي مونتاج كثير فصراحة أتفق معاه إنه ما يسوي مونتاج أو معلومة لأنه دل الأفكار حق المقاطع أو الشروحات ما تتطلب مونتاج لأنه الشخصية بيعرفها حق الشخصية مو تقديق أو استهبال أو فيديو يعني ضحك فعرفته عشان كده ما صحح إنه يسوي مونتاج كثير للمقاطع حقته أو شيء فأنا رح أقيم محتوى أبدو الجيمينغ من المحتويات الأسطورية ويستاهل صراحة واليوتوبر اللي بعده اللي هو أبو عرفج أوكي نروح كده اللي نكتب أبو عرفج أوكي نروح مثلا يدل مقاطع ونشوف مقطع من مقاطع أوكي كل عدل لازم نشيك على جودة المقطع وكافة أربعمية أربعين حلو والله نايس أوكي شوف الشي السالفة اشيك sådan ايستيق كل 2023 يجب أن يكون من الخلافاتي تي سيزاعدني وخلاص بديت اطفش انا بديت اطفش وامل من اللعب يعني حقا لحظ شيء اه لحظ شيء يا جماعة انه هو ما يسوي زوم اوت وزوم ان للمقطع حقتها وللفس كاب حقتها فهذا الشيء يخلي الشخص بس يملي انه اه فكرة انه بس انك تقعد تتكلم وبتسوي كده حركات او رياكشنز او انك تزوي وتسوي كتابة في الشاشة تخلي شويتين المشاهد يملي هذي وجهة نظري فمدري والله عنكم اذا تلتحو اللي دي النوعية من المقاطع فايوة وعموما افكار مقاطع كمان شاطحة وكده مثلا هني ردت في المتابع وناس حبله دخلت على الناس عن شوائية وعزفت لهم اغنية العمالقة خمس اسباب تخليك ما تسحب بانر فينت يعني افكار كده عرفتو غير عن الناس وكده بس كما قلت لكم ممنزل كتير مقاطع بس ما شاء الله جمع سبسكرايبز مرة كتير لانه محتوى اسطوري وثنبناز وكده فايش حيلو مرة خلات ابو عرفج ما احسنيني افضل قناة يعني واواواوا ومو سيئة عرفتو فاذلك بحطها هنا قناة اسطورية وكده نتوب اللي بعدها اللي هو قناة ريبلاي اوكي خلونا كده نكتب على السريع اه بصبروه كمان انا والله مره مره اجيب العيد انا كتير في هني لما اجي اكتب اوكي ريبلاي روح كده لقناتها اوكي كنا يجي جمع الحيل للمقاطعة نشوف كده مقاطع طب اوكي في تنويع في المقاطع نايس والله اوكي تعرف الهاتحديث 2.8 تجربة اللعبة في الفين الفونتسا ف 987 ديم صراحة الشي اللي خلاني نحط دي الشخصية مع اليوتيوبرز وكده انه اي سوي قصة الشخصية حق جلشل وهاد الشي خلاها انه تنشهر اكتر دي القناة لك ما تشوفيني قصة مغامرة الجزيرة الصيفية يعني كمان قصة الاحداث وكيف جاءت وكده فايش مره اسطوري بطلا نروح لي قصة مهرجان اي نظومة خلونا كده نشوف الجودة المقطع فو 80 بيكسل لايس والله جودة حلوة سلام عليكم اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبهذا الفيديو رح نصرق قصة الحدث الجديد لجينز اوف دي كاسن اللي صاير على شكل مهرجان في اي نظومة طبعا كالعادة اذا ما شايفين فيديو قصة اللعبة بالكامل بالاضافة لفيديو تاريخها اوكي والله حرر الحلقة حق دي انه في المقترحات وكده حلوة انه يقولك انه اذا ما شفت قصة جينشن روح شوفها احضرها عشان تفهم يعني بعض الشخصيات وكده يعني تفهم زوبة لعبة جينشن بالاختصار فانا انا قاعد اشوفها انه يتعب يتعب لدي الافكار انه مثلا قصص كده لانه لازم يبحث عن وين جات وكده هل الى علاقة مثلا شخصية معينة وكده عرفته فالها يعني عرفته ايه لها تعب يعني فيه تعب في الموضوع ينزومة وقصص الشخصيات اللي رح تظهر بالقصة يفضل ان يمكن نقدم كده شويتين في المقطع المجموعة واجهة شينكتشو عن الموضوع وهذا الشي اجبره انه يعترف بالحقيقة والله صراحة يخليك صوته مع المقطع تندمج مع القصة حرفيا دايما القصة في 23 دقيقة يعني حرفيا المقطع بيكون مرة متعب نروح كده لبلاي ليست حقتها ونشوف ايش مسوي ايش مسوي ايش مسوي اوكاي هني اقص شخصيات جرشنا خمسين قصة قولي سلام عليك قصة قلبيدو قصة صايا قصة كايا قصة مدري تشيتشي والله كل شخصيات حرفيا والله كفو والله صراحة اهنيه 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 فصراحة انا اقيم قناة ريبلاي القنوات العظمة والتي تستاهل حرفيا والقناة اللي بعدها اللي هي قناة ابو ناشي اوكي خلونا نكتب ابو ناشي كده السريع اوكي 16000 مشترك ومنزل 61 مقطع طيب فحين نجي نمر لمقاطع حقته اوكي هني اخر مقطع نزلة قبل 3 اسابيع اوكي سحن بره كتير بس صراحة اول شي اول ما تدخل قناة هي نصر بنيلس حقته والله مرة اسطوريين وكمان الفاونت حق الكتابه وكده اسطورة والله نحضر يا جماعة الاخر مقطع نزلة اظن الجودة بتكون ايش دي صح ايو 1860 فريم صراحة انت نوب تيمك كلها شي سكس وما تكبر انت نوب طريقة لعبة بايولا تقهر اسوأ قناة بحياتي نايس والله السلام عليكم انا ابو ناشي عزيز المشاهد فكرة اخر مقطع نزلت ان يسوي الابس في 14 شخصية كلهم ايش دي صوت افكت والترانزيشن وكمان الاونترو والجودة حق المقطع والثوبنيل كل شي على بعضه حلو والله كل شي على بعضه حلو وكمان جودة المايك دايب وفي سكالب كمان لا ننسى دايب وش انا بو اكيد وفي كثير كومنتات نفس اللي قبل شوي كثير مرة انقهروا من طريقة لعبي الصراحة انا ما اعرف العب كل الشخصيات مو كل السيات حقت الشخصيات حافظها فانا انا اسف اذا ازعلت احد بطريقة لعبي لكن عزيز المشاهد اليوم انا ماني جاي اعتذر اليوم جاي اقفل الابس بديلك الواحدة اوكي مو بالواحدة الواحدة بيكون مع ورع الموية وتلع سري بعدين اقول لكم اذا اشتبت علينا الامور لا مو زونقلي يعني يديلك ورع الموية مو اسم اوه المونتاج مونتاج والله مرة اسطورية صراحة اهني فصراحة افكار مقطع والله مرة اسطورية مثلا هني ادخلت الدمي بدقيقة لك الف بري و جيم تيم الكرايو المفهي حرفينا افكارها اسطورية وكمان ثبنز حقتها والتطور اللي يسواها في القناة صراحة والله اهني وكمان انا ما اتذكر كنسوا قناة ثانية حق القصص صح كنت شاكتلها مقطع او المقطع نزل عليها بس اظن حدفها مدري صار والله مدري صراحة بس ايوه عموما اه صراحة انا قاعد اشوف قناة ابو ناشي من القنوات اللي مرة اسطورية وعظمة بقد 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 يصدى ما بهزرش خالص واخر قناة معنا اللي هي قناة زي فيرس وكاعدة خمستاشر الف سبسكرايبر حلو او افكاره كشنين باك نقاش للجزر الجديدة والشخصية زبن اه مختصر لكم قناتها عن السريع انه اي شي ينزل او اي اوب ديت سواء شخصية سواء منطقة جديدة تريلر اللي مثلا شيف القصة ينزل عنها اول باول حتى اتذكر انه في مرة نزل ثلاث مقاطع واربعن نزل مقطع بدا 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 نزل مقطع حفية مدفعة في القناة بشكل مرة اسطوري واخر اخر مرة نزل هو قبل يومين وما شاء الله مشاهدات حقتها يعني فوق الخمسة الالف مثلا هني هني ستة الالف وكده 14000 وهذا 20000 يعني مشاهدات مرة اسطورية ما شاء الله ويعني ويعطيك زبدة حق مثلا نقاشات وكده يعني زبدة يتناقش مع المتابعين وكده كمان يحاول انه نوع مثلا هني عندكم ريزدنت ايف لريماستر ليتني لعبتها قبل كده اوكي يعني زبدة انه يحاول ينوه في القناة وكمان يسوي محتوى علي جنشا خلوني جمعنا نحضر اخر مقطع سوى في القناة خلوني جمعنا نحضر اخر مقطع سوى في القناة اوكي نشوف كده الكواليتي اف 860 فريم اوكي حلو السلام عليكم احترام بركاته حياكم الله جميعي شبا وبناها صباح الاوردم صرف اذا وماكنتم بعايشين اول شي الا هذي اسرع ما قد ما شوفتها بالحياة لو اصبر 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 ناية السلام عليكم و احترال بركاته و احياكم الله جميعين شبا و بنات صباح الورد و مساء الورد و ما كنتم بعايشين ها؟ السلام عليكم شبا و بنات صباح الورد و مساء كنتم معايشين ها؟ اوكي ما علينا سطل مايك حلوه كده ووجهه منور القمر و كده ف ايوه كمان كما كنت لكم الجودة حق المقطع و الكويت حقته اسطورية كمان اول شي انا عارف انكم ما توقعتون لنزل الفيديو اليوم لكني نزلتها الثاني شي انا عارف ان اظنكم خاب بخصوص حوية فيرس و بخصوصها المنطقة الجديدة صراحة انا قاعد اشوفها انه زي فيرس ما يتعب كتير على قناته لانه كما تلاحظون هني لما يشوف كده ف الكاميرا ما يسوي زوم او شي يعني تخلي شخصي انه شوي سيدي حس بالملل هو صراحة محتواه بالاخير او بالاخص بالقناة حقته يناقش كده موضيع مثلا وش رايف التحديث الجديد حق النيفة الثمانية هل الى اهمية هل محتوى قلاشين مات وكمان يمكن يشرع على شخصياته وكده فيعني بحتوى حلو بصراحة بس في مجال الاكتر لتطور والله من احيات المنتاج مثلا يسوي ساوند افكت وكده بتكون مرة ايجابية على قناته فانا اشوف انه قناة سيفرس تعتبر من القنوات اللي اوكي في مجال التطور فايب وحين يا جماعة خلصنا من كل التقييمات اللي سويناها طبع هذا التقييم اللي طلع معانا ومس يا جماعة حبيت انه نوع الى شغله انه الاشخاص اللي حطتهم في اوكي او ستوري ما يعني انه محتواهم خايص من مثلا هادول اللي في عزمة لا بالعكس انا عن نفسي انه هادول القنوات كلهم على بعض بس انه ما يصير انا اسوي مثلا كل المقطع كده عرفتو انه كل مقطع عزمة صراحة هادول في ايدي ايوه كلهم صراحة عزمة صراحة في نظري انه ايوه عزمة كلهم عزمة بس ما اقدر لانه في تفاوض كده في الموضوع كده مثلا من ناحية الصوت من ناحية المونتاج فعشان كده بس في مجال التطور اكتر وهدولي حرفيا كلهم احبهم وانه الناس لا احترمهم مرة وبس وكده كده وصلنا نهاية البقطع كان عادل الاتسنوب تعطي عزمة واشتراك في القناة كان معكم اخوكم خادق ويقاعي ومع السلامة بس عزمة بس عزمة بس عزمة